مرحباً جميعاً، مرحباً في هذا الفيديو من انجليش 100 بدرسنا اليوم رح نتعلم عن أخطاء جداً شائعة فيما يخص make and do هيدا الأخطاء يعني ما فيني يقول لكم قديش بسمعه everywhere أوكي؟ وهيدا الفيديو هو حتى انتوا تتلافوا هيدا الأخطاء وما تعملوها معنى make and do بالعربي كتير بيشواه بعضه هون يفعل وهون يفعل أوكي كتير قريبين على بعض لذلك يعني ارتكاب بعض الأخطاء باستخدام هيدول الفعلين واحد بدال الثاني منطقي خليني يقول مبرر ولكن نحن هون لحتى نتعلم الانجليزي الصح ونتلافى هيدا الأخطاء أول خطأ بيسمعه كتير 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 هو مثلاً حدا بدي يقلك انه نحن رح نعمل حفلة الأسبوع القادم فبيجي بيقلك we're going to make a party next week وهيدا غلط أوكي؟ مع الparty منقول إما throw a party أو منقول have a party make a party؟ لا so we're gonna throw a party next week أو we're gonna have a party next week أوكي الخطأ الشائع رقم اثنين اللي هو أكتر أكتر خطأ شائع بسمعه دائماً لما حدا بيقلك رح نعمل بكرة اختبار أو رح نعمل بكرة امتحان فبيقلك we're going to make a test tomorrow أو we're going to make an exam tomorrow وهيدا غلط مع التست وهذه الاختبارات ما منقول we're gonna make the test لا منقول we're gonna take a test tomorrow we're gonna take an exam tomorrow أوكي؟ نفس الشي مع التوفل بيقلك أنا I'm going to make TOEFL exam أو TOEFL test أو whatever هذا كمان ما منقول make منقول معه take you take the TOEFL test you take the TOEFL exam أي شي بتحب تسميه بقبل القسم الثاني ولكن القسم الأول أكيد لا so you take a test and you take the exam على فكرة إذا قلت لحدا I'm going to make a test tomorrow معناها أنه أنت رح تعمل الاختبار يعني أنت رح تكتب الأسئلة ورح تختبر الطلاب بهيد الحالة إيه؟ يعني فيني بقول فيك تقول I'm going to make a test تجاوزا تمام؟ وصلت للفترة الخطأ الشائع التالي هو مثلا خليني أقول هدا أكثر شي البنات رايحين على حفلة فبتقول آه لسه بدي أعمل شعري فبتقلك I have to make my hair وهيدا غلط الصح أنه تقول I have to do my hair أوكي؟ We cannot go I need to do my hair first نفس الشي مع الميك أب ما فيك تقولي I have to make my makeup غلط بتقولي I have to do my makeup وآخر معلومة رح أعطيكني آها اليوم هي مثل ما قلنا هيدا الدرس هو حتى ما نغلط بين استخدام make and do نستخدم كل واحدة بمكانها المناسب طيب شو رأيكم أنه فيني استخدم make و do مع بعض make do make do مع بعضة معناها يدبر رأسه أنه حدا يدبر حاله مثلا أنت بتجي بتقولي ما معي مصاري مفلس على الآخر فأنا بقولك أوه ما ضالل معي غير 50$ Can you make do with 50$؟ فيك تدبر حالك ب50$ بس؟ أو مثال تعني مثلا بسألك أنا Did you have your lunch؟ تغديت؟ فأنت بتقولي أوه I was in hurry so I had to make do with the quick snack كنت كتير مستعجل وكان لازم أنه دبرت حالي بquick snack snack على السريع أوكي؟ بسأل هيدا كان كل شي لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا إذا استفدتوا اكتبوا لي شو أكتر شي أحبيتوه من هيدول أو أكتر شي بتغلطوا كنتوا فيه بمحادثاتكم اكتبوا لي إياهم التعليقات بيلاو إذا عم تستفيدوا من دروسنا شاركوه مع أصدقائكم حتى تكون فائدة للجميع شكرا شكرا